عجز النظام التركي عن تقديم رد سياسي منطقي وفق قواعد الدبلوماسية على البيانة الختمية للدول التي قدمت بالبراهين الدامغة أدلة الإجرام والإرهاب التركي بالمنطقة حيث اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقسوي البيانة المشتركة الذي أصدرته كل من مصر واليونان وقبرص اليونانية التي أسمع أقسوي الرومية وفرنسا والإمارات بخصوص شرق البحر المتوسط وليبيا نموذجا للنفاق مراقبون تعرضوا بالسخرية للبيانة التركية الذي استخدم كلمة النفاق لأن تلك الدول متضررة من الإرهاب التركي وبالتالي فهي غير مضطرة لمنافقة أحد على حساب مصلاحها الأمنية والاستراتيجية كما أن مصطلح النفاق بعيد عن الرد السياسي العلمي المقنع أقسوي قال أيضا أن الدول الخمس تسعى للفوضى وعدم الاستقرار وتشجع على الدكتاتورية وتقضي على أمال الشعوب الديمقراطية وهو ما زاد من تهكم المراقبين والمحللين الذين أشاروا إلى حجم الإرهاب الذي ترعاه تركيا في إدلب على أراضيها والإرهابيين الذين تستقبلهم إضافة إلى حصول تركيا على المركز الأول عالميا في عدد المعتقلين من الصحفيين والقضاء وأساتذة الجامعات بحسب المصادر التركية فأين هي الديمقراطية التركية؟ بيان الخارجية التركية شار إلى أن البيان الخمسي صادر عن منطق الاستعماري وهو ما أثار الاستغرام والجميع بالمنطقة يعرف نوايا تركيا الاستعمارية وكيف حركت قواتها إلى ليبيا الخارجية التركية تمادت في بيانها المضحك المبكي الذي قال إن فرنسا تسعى لإقامة دويلة إرهابية في شمال سوريا وأن فشل مساعيها في ذلك دفعها للمشاركة في البيان الختمي مضيفا أن فرنسا اختارت أن تكون في تحالف الشر ضد الأتراك على حد زعمهم وهذه النقطة كانت مثيرة للسخرية لأن المجتمع الدولي يعلم تماما من يقوم برعاية الإرهاب في شمال سوريا هل هي فرنسا ام تركيا لينتهي البيان الهزيل بهجمات كلامية فارغة على باقي دول البيان ولتبقى الجرائم الإرهابية تلاحق النظام الأردغاني في المتوسط وفي كل المنطقة ترجمة نانسي قنقر